حدثنا سفيان بن عيينة عن اسماعيل يعني ابن ابي خالد عن حكيم ابن جابر عن ابيه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الدباء فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد عن حكيم ابن جابر عن ابيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيت عنده قرعا فقلت يا رسول الله ما هذا قال هذا قرع نكثر به طعامنا